ومن العلامات الصغرى للساعة استفاضة المال وكثرة المال حتى لا يرغب فيه أحد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي أريرة رضي الله عنه كما بالصيحين لا تقم الساعة حتى يكثر المال فيفيض حتى يهم رب المال أن يأخذ أحد صدقته فلا يجد أحد ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرى بالي فيه يعني لا حاجة لي في هذا المال وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بصدقته من الذهب فلا يقبلها أحب متى هل وقع أو ما وقع يحتمل أنه وقع لأن فارس وروم فتحت في أصل الصحابة وغانموا منها مغانم كثيرا ولذلك في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله لو قيل إنه لا يوجد فقير في عهده فكان القائل صادق ويحتمد أن المال يكثر في زمن الفتن فلا يرغب فيه أحد يريد خلاص منه في زمن الفتن مع كفرته ويمكن أن يستدل على ذلك بما جاء عند مسلم تقيء الأرض تقيء من القيم لأن تفرز ما في معيدتها وما في بطنها كما يقيء الإنسان تقيء الأرض أفلاذ كببها مثل الأستوان مثل الأعمد الكبير أمثال الأستوان من الذهب والفضة فيأتي القاتل فيقول قتلت في هذا ويأتي القاطع لرحمه فيقول قطعت رحمي في هذا فيأتي السارق فيقول سرقت في هذا ثم يدعونه ولا يأخذون منه شيء ويمكن كما قال ابن حجر أن استفاضة المال يمكن أن تكون إذا حشر الناس فإن الناس لا يرغبون بالمال حتى يتخففوا من هذا المال لأن هناك نارا تلحق بهم ويمكن ويحتمل أن يكثر المال في زمن المهدي وخروج المهدي من العلامات الكبرى للساعة فيفيض المال لأن المهدي إذا خرج وليس هو مهدي الروافق قاتلهم الله وقبحهم ولكنه مهدي من نسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسل فاطمة أشهد من هذا أنه في زمن المهدي تكثر الخيرات وهذه الاحتمالات كلها واردة